بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فهذه هي الحلقة الرابعة والعشرون ضمن هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى والتي سنقف فيها مع الحافظ الكبير أبي الحقاق المزين أحد أشهر علماء الحديث في عصره واسمه يوسف بن الزكين عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن علي المزين والمزين نسبة إلى المزة وهي حي من أحياء مدينة دمشق استوطنه الحافظ المزين استوطنه الحافظ المزين رحمه الله فنسب إليه كنيته أبو الحجاج لقبه جمال الدين ولد رحمه الله تعالى في سنة 654 هجرية في مدينة حلب بدأ حياته بقراءة القرآن الكريم وطلب شيء من علم الفقه لكنه لم يحظى فيما يظهر بدعم أسرته له في طلب العلم ولذا تأخر سماعه للحديث فكان أول سماع له في سنة 675 هجرية أي بعد أن تقاوز العشرين من العمر قال الحافظ ابن حقر العسقلاني رحمه الله لو كان له من يسمعه صغيرا لسمع من ابن عبد الدائم والكرماني وغيرهما ولكنه طلب بنفسه في أول سنة 75 وكان أول سماع له على الشيخ زين الدين أبي العباس الحداد الدمشقين وانطلقت همة الحافظ المزين رحمه الله تعالى في سماع الحديث فسمع الكتب الستة الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذين وسنن ابن ماجة وسنن النسائين وسمع مسند الإمام أحمد وسمع المعقم الكبير للطبرانين وتاريخ بغداد للخطيب البغدادين وسمع أيضا موطأ الإمام مالك وسمع غير ذلك من كتب الحديث ولقد سمع الحافظ المزين رحمه الله تعالى من نحو ألف شيخ مع أنه كما سبق تأخر في سماع الحديث بداية عمره ثم رحل الحافظ المزين رحمه الله تعالى إلى عدد من المدن الشامية وإلى الحرمين الشريفين ورحل إلى مصر واهتم بدراسة اللغة العربية نحوا وصرفا حتى بلغ في ذلك منزلة مرموقة لقد اتصر الحافظ المزين رحمه الله تعالى بتقي الدين ابن تيمية رحمه الله وتوثقت العلاقة بينهما واستفاد بعضهما من بعض بل وقرأ على تقي الدين ابن تيمية أيضا وقد أشار الحافظ الذهبي رحمه الله إلى هذه العلاقة بين هذين العالمين العالمين فقال ترافق هو وابن تيمية كثيرا في سماع الحديث وفي النظر في العلم ولقد أوذي الحافظ المزين رحمه الله تعالى وسجن أكثر من مرة بسبب علاقته بتقي الدين ابن تيمية حيث كان مخالفوهم يحرضون السلطان عليهم ويغرونه بهما والله ناصر دينه ولما مات تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مات في السجن كما مضى معنا في ترقمته في حلقة ماضية وكان ذلك في سنة سبعمائة وثمانية وعشرين من الهجرة ولم يسمحوا إلا لخواص أصحابه أن يدخلوا عليه أي بعد موته ومن أولئك الحافظ المزين وصهره أي صهر الحافظ المزين الحافظ بن كثير رحمه الله ولقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذلك فقال وكنت في من حضر هناك أي حضر موت شيخ الإسلام أو شهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد موته قال وكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزين رحمه الله وكشفت عن وجه الشيخ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية ونظرت إلي ثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجت إلى مسجد هناك ولم يمكث عنده إلا من ساعد في تغسيله وفيهم شيخون الحافظ المزين وجماعة من كبار الصالحين لقد تبوأ الحافظ المزي رحمه الله تعالى مكانة عالية بين علماء عصره وألف كتابين عظيمين يدلان على منزلته العالية وتمكنه في علم الحديث هما كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال فكتاب تحفة الأشراف أفاد كثيرا في التسهيل على الباحثين بجمع حديث الكتب الكمال الصحيحين والسنن الأربعة وقد رتبه رحمه الله تعالى على الأسانين يقول الحافظ بن حقل عسقلانين رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب تحفة الأشراف قال قد حصر الانتفاع بهذا الكتاب شرقا وغربا وتنافس الناس في تحصينه بعدا وقربا والكتاب الثاني هو تهذيب الكمال في أسماء الرجال وهذا الكتاب كما يظهر من اسمه تهذيب وتلخيص لكتاب آخر هو كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وقد ذكر فيه تراجم جميع الرواه المذكورين في الكتب الستة وما قيل فيهم جرحا وتعديلا ولم يقتصر هذا الكتاب على شيوخ أصحاب الكتب الستة فقط بل بيّن كل رجل من رجال الحديث وبيّن من روى له من أصحاب الكتب الستة فإذا روى لهذا الرجل مثلا جميع أصحاب الكتب الستة فإنه يقول روى له الجماعة إن كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزين ليس مجرد تلخيص لكتاب الكمال للحافظ عبدالغني المقدسين بل أضاف الحافظ المزي رحمه الله أسماء رجال من رجال الكتب الستة أغفل الحافظ المقدسين ذكرهم في كتابه ولقد بلغ هذا الكتاب مرتبة عالية في الأهمية خاصة أن الأصل الذي هو كتاب الكمال في أسماء الرجال لم يطبع إلى الآن لقد أثنى العلماء كثيرا على الحافظ المزي رحمه الله لمدى تمكنه في علم الحديث فيقول عنه تقي الدين السبكي رحمه الله إمام المحدثين والله لو عاش الدار قطني لستحى أن يدرس مكانه وقال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله طلب هذا الشان سنة خمس وسبعين وهلما قره فما ونا ولا فتر ولا لها ولا قصر وعني بهذا الشان أتم العناية وتمكن من العربية وأفاد وقال عنه أيضا كان حسن الخط ذا إتقان قل أن توجد له غلطة أو تأخذ له لحنة وقال تاق الدين السبكي رحمه الله كان شيخنا المزي أعقوبة زمانه يقرأ عليه القارئ نهارا كاملا والطرق أي طرق الأحاديث تضطرب والأسانيد تختلف وضبط الأسماء يشكل وهو لا يسه ولا يغفل يبين وجه الاختلاف ويوضح ضبط المشكل ويعين المبهم يقض لا يغفل عند الاحتياج إليه وقد شاهدته الطلبة ينعس فإذا أخطأ القارئ رد عليه كأن شخصا أيقظه وهذا يدل على مدى تمكنه رحمه الله تعالى من هذا العلم الذي اختلط بلحمه وعظمه مرض الحافظ المزي رحمه الله تعالى في بداية شهر سفر سنة 742 من الهجرة وقد حك الحافظ بن كثير رحمه الله كيف كانت وفاته لأن الحافظ بن كثير كان قريبا منه تربطه به علاقة مصاهرة حيث أن الحافظ بن كثير رحمه الله كان زوجا لابنتي الحافظ المزي واسمها زينب يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وهو يحكي كيف كانت وفات شيخه الحافظ المزي قال لما كان يوم الجمعة حادي عشر من شهر سفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الظهر ثم دخل منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة فاعترضه في باطنه مغص عظيم ظننا أنه القولنج وما كان إلا طاعونا فلم يقدر على حضور الصلاة فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع أي لا يستطيع الخروب فذهبت إليه فدخلت عليه فإذا هو يرتعد رعدة شديدة من قوة الألم الذي هو فيه فسألته عن حاله فقعل يكرر الحمد لله ثم أخبرني بما حصر له من المغص الشديد وصل الظهر بنفسه ودخل إلى الطهارة ودخل إلى الطهارة أي ليتوضأ وتوضأ على حافة البركة وهو في قوة الوجع ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضرا إذاك عنده لكن أخبرتني ابنته زينب زوجتي أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليلا فقالت يا أبتي أذن الظهر فذكر الله وقال أريد أن أصلي فتيمم وصلى ثم اتقع فقعل يقرأ آية الكرسي حتى قعل لا يفيض بها لسانه ثم قبضت روحه بين الصلاتين أي بين صلاة الظهر والعصر رحمه الله تعالى يوم السبت ثاني عشر من شهر صفر أي من سنة سبعمائة واثنين وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحمه الله تعالى قد عاش نحو ثمانية وثمانين سنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجاته وأعلى درجاته في عليين وإلى لقاء آخر مع علم آخر من أعلام محدثين أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته